بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه حلقة جديدة 22 من أكتوبر 2021 من تحليل السوق والعملات الأقمية نمر أولا إلى حبيبنا ومعشوقنا وعدونا اللذود الذي يهدد عملتنا البيتكوين البيتكوين يا أحباب في وضعه وفي السيناريو الذي أتوقع إن شاء الله في حالة ما يعني وصل السيناريو الذي أزلنا فيه ترند صاعد يعني كما قلنا سابقا وأن ترند هو رفيقك نحو إلى النهاية وكما تشاهد معي أننا في بين قوسين على نظام إشيموكو على فريم الديلي نحن أكسريملي بوليش وليس بوليش حتى أننا يعني بعيدون كل البعد عن المتوسطات يعني المتوسطات السعرية لتنكال لكيجون يعني تلاحظ لكيجون في هذا المستوى يعني في مستوى الثلاثة وخمسين ألف وثمانمائة يعني فهي بعيدة وكذلك متوسطة السعرية الواحد وعشرون والخمسون والمئة والمئتان يعني آآ فنحن بعيدون كل البعد عليها إذن آآ أو عنها بعيدون كل البعد عنها إذن نحن أكسريملي بوليش وما يحدث هذا من تصحيح تصحيح عادي جدا وبالكاد بالكاد بالكاد وصل بين قوسين إلى لا لا تنكال بالكادي وصل إلى لا عفوا وصل إلى لا تنكال كما تشاهدين يعني وصل الآن يعني يرتكز تقريبا على لا تنكال التي موجودة على هذا المستوى السعري إذن ما يحدث الآن يعني في من من تصحيح يبقى عاديا جدا وتصحيح لا إشكال فيه ألبت آآ السيناريو الذي أتوقع إن شاء الله هو أننا نعمل إما أن يثبت هذا المستوى السعري وهو ما أستبعده حاليا مع وجود الليفريج لا زال السوق أوفر ليفريج والأوبراين تريس كبير جدا إذن نحن في مستويات قياتيا ممكن أن أصحاب السوق لا يريدنا الصعود كل هذا المد الصعيد أو على الأقل يضخموا عملية الفندين في مستويات قوية ونعمل رينج لا يتحرك فيها السعر كي يستطيع هؤلاء الناس إما غلق صفقاتهم نتيجة الأتعاب الغالية للفندين أو نتيجة ملالهم يعني من ضرب الأهداف للعملة وبتالي ضرب العملة للأهداف بسرعة هذا يحقق لأصحابها أرباح فلكية والمنصات لا تريد هذا طبعا لا تريد إلا أن يخسر أكبر عدد ممكن من الناس لكي يتربحها هي طبعا ويتربحها هي رابحة في كل الأحوال فقط المسألة تعود للناس لكي تدخل خصوصا نتحدث هنا عن أصحاب الرافع المالية يعني أصحاب الفيوتر وأصحاب المارجين لأن هؤلاء يحتاجون عندهم عمولة مثلا على المارجين لا أذكر النسبة ربما اثنان أو لا أذكر أربعة فاصلة لا أكثر لا أذكر بالضبط يعني خمسة في المئة وقال سنويا على ما أعتقد كأتعاب للصفقة وهي كبير يعني بالنسبة لمن يدخل يعني ونهيك عن الفيوتر التي عندك الفند الذي يكون كل ثمان ساعات كل ثمان ساعات عندك مبلغ للأداء إذا حسب الفريج وحسب يعني الطريقة التي أن تعدخل بها أوكي إذا الفكرة هو أنه السيناريو الذي أتوقعه إن شاء الله إذا ثبت هذا المستوى السري على الخط الأخضر أعتقد أنه سنبقى وربما نشكل دعم هنا وفي حالة ما أنه واصلها أصحاب الناس لم يغلقوا الصفقات أعتقد أنه سنبقى فيكون هناك جنب سيارة أخرى أو مد نازل آخر ليسحب السيولة إلى الأسفل والذهب إلى ستوبات الموجودة هنا لا ستوب إذنو هذه الستوبات الموجودة كل في هذا المكان فهذه الستوبات لم نصل ولم نختبرها وبالتالي احتمال كبير جدا أننا نعيد اختبارها ونعيد أقل شيء أننا نصطدها وإعادة الارتكاز على قمة كسرناها سابقا أن هذه قمة كانت قوية أنها هي التي طارت بالسعر من هذا المكان ولم نعيد اختبارها البتا يعني هذا قمة سبتمبر الماضي التي كانت أوقفت السعر عند هذا المستوى وهي منطقة محورية عندنا وبالتالي أتوقع إن شاء الله أن يكون هذه الحركة كما قلت أو نوع من الاتجاه العرضي لخلال أيام عفوا أستغفر الله خلال أيام ثم بعد ذلك في حالة ما أن واصل الناس فغالبا سوف نذهب لاستياد هؤلاء بعد ذلك لنواصل الصعود بإذن الله يعني وأن نكون قاع في هذا المكان ثم أن ننطلق لأنه على أصلا المدة الباقية عندنا قليلة وبالتالي الحركة كما قلنا أنها ستكون خلال شهر المقبل يعني ستكون الحركة عنيفة إن شاء الله على العموم يعني أتوقع يعني نظرتي كيف ستكون يعني أنا عفوا أوب سأوزين هذه المؤشرات وأقول لك نظرتي كيف هي أعتقد أننا سوف نكون يعني في نوع من التصحيح إلى هذه وأن يكون في الإغلاق الشهري فوق هذا المستوى يعني فوق هذا المستوى الثمانية وخمسين تقريبا ويعني نزل ذبذب ونغلق الشهر في هذا المستوى وربما بعد ذلك نزول لاستهداف السطوبات التي قلت لكم ثم لاحقا يعني نعمل يعني نوع من المد العرضي في هذه المستويات نوع من المد العرضي في هذه المستويات طبعا سواء كنا في هذا المكان أو في هذا بعد ذلك نطير إن شاء الله يعني إلى القمام التاريخية إن شاء الله هذه النظرة العلم عند الله كيف ستكون مع الفكرة التي عندي حاليا هي هذه وإرهاصاتها بدأت تظهر يعني مع الفريم الساعة كما تشاهدوا معي عندي يعني عندي يعني تكون لي تقريبا قاع مؤقت حقيقي ثابت لبيتكوين على هذه المستوى يتشكل على مؤشرات على مؤشراتي وبالتالي عندي نقول أنه نحن بوليش على فريم الساعة يعني على القاشر هناك ارتداد لكن كما قلنا أنه قاد يكون هذا الارتداد نوع من التاريليسون بعد ذلك يعني حركات عرضية ثم بعد ذلك نعمل آخر جنب السير التي سوف تذهبنا إلى هذه الأماكن كما شرحنا ثم بعد ذلك نعمل حركات ثم نواصل الصعود على نفس الشكلة التي ذكرت لكم يعني طبعا وتكون على هذه الطريقة وهذه الحركة يعني ستكون مشابهة تقريبا لهذه الحركة تقريبا تقريبا يعني غالبا هذا السيناريو الذي أتوقع يعني عودة هناك نوع من الحركة ربما ستكون أسرع من هذه لتكون بنفس المقدار ونفس الزمن ربما علم عند الله المهم أني فكتي أنه ربما ستكون سريع أقل من هذه قد تطول ربما أكثر لكن أستبعد هذا السيناريو المهم الفكرة أنه هذا إذا ثبتنا عند هذا المستوى الخط الأخضر إذا ثبت وكان كقاعوة الإخوان أصحاب الرافعة خلقوا من صفقاتهم وأخرجوا طبعا يعني عن طريق الفن أو عن طريق باستهدافهم بحركات من هنا أو هناك فأعتقد أنه إذا بقينا سوف نجمع ثم نواصل الصور يعني نحن كما قلنا أننا عند الإشارات extremely bullish الشيء البرش الوحيد الذي وجد لحد الساعة وهو أننا كسرنا القيمة كسرنا القيمة ثم أعدنا الدخول أسفلها القيمة التاريخية التي أقصد هذه يعني كسرناها ثم أعدنا الدخول أسفل منها هي هذه القيمة التاريخية يعني كسرناها وتشبيه وكأننا عملنا fake out أو fake breakout أو كسر كاذب بلغة العربية لمن لا يعرف هذا يعني أنه كان ربما أننا نشهد fake breakout وهو يعني ما لا أراه طبعا 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 الحال انطلاقا من مؤشرات وانطلاقا من أشياء الأخرى حاليا فقط هذا نوع لأنه كان نتيجة الover leverage والحركة المدساعدة هذه وختم لنا يعني بإغلاقات ممتازة لكي ترى هذه الأمور يعني يمكنك أن تأخذ مثلا لو أخذنا الفريم السبوعي سوف تشاهد أننا عندنا يعني إغلاق ممتاز جدا وكذلك يعني لحدثها فقط الإغلاق لم ينتهي بعد سيكون ربما حتى لو كان هذا على هذه الشكلة فلا إشكال عندنا أنه داخل فئة الصحيح وداخل فئة السيناريو عادي جدا وبعدها نشهد يعني شمعات يعني صاعدة بإذن الله تعالى لاحقا هذه باختصار شديد نظرتي الذي يقوي هذا السيناريو ويقويه ويعطيه مزيدا من المصداقية طبعا وهو رؤية التوطل ماركت كاب الذي يعني بين قوسين أكد لي أننا كسرنا القيمة التاريخية وتم كسرها وبقوة وإعادة الارتكاز يعني بين قوسين أننا كسرنا هذه القوة ونمنعه حتى بين قوسين وصول إليها فنحن إكسترم بوليش يعني هذا تاسيرونس الذي شرحناها كوينت والهدف الهدف طبعا لهذا التاسيرونس كما شرحنا آنفا هذا هو الهدف يعني للماركت كاب عموما إذن التوجه العام للماركت كاب عموما صاعد وبقوة يعني إن شاء الله مستهدفاتنا أول هدف يعني إن شاء الله سيكون في هذا المستوى طبعا ويكون أهداف لاحقان يعني سبقا وتحدثنا عنها خلال لايفات سابقة وتحدثنا عن هذه المستويات التي ممكن أن نصل إليها خلال الماركت كاب طبعا للعملات الرقمية طبعا هذه النظرة يعني العامة والنظرة التي نراها إن شاء الله تعالى بالنسبة لوضع التطل 2 كذلك بالنسبة للالت كوين هي كذلك أيضا لاحظ أنها وصلت إلى القمة التاريخية إذن فهذا بالنسبة لي ممتاز يعني يعطيك أيضا من التاسيرونس بنفس السيناريو الأهداف هذا تأخذه على القمة والذهاب إلى المستويات العلية والتي حددناها سابقا يعني تبقى أن الأهداف سبعة ريون أو ما شابه خمسة على الأقل شيء هذه أرقام قد تكون وقد لا تحدث المهمة عندنا هذه النظرة العامة يعني خلال الموجة الخامسة التي تحدثنا عنها سابقا الموجات البيوت التي نتوقع فيها أن يكون هذا الارتفاع قويا بإذن الله تعالى ونكسر ما سبق وبالتالي يكون يعني عندنا أشياء جميلة بإذن الله في قادم الأيام إن شاء الله خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة بحول الله تعالى والتي سوف يكون فيها الأفورية التي نتظرناها لمدة أربع سنوات تقريبا هذا بالنسبة لوضع الألتكوين بالنسبة لوضع الألتكوين بدون الإثيريوم وهذا نفس السيناريو يعني تقريبا كسرنا وهذا بحد ذاته أيضا إشارة يعني لم نكسر القمة من خلال الإغلاقات لكن تبقى إكستريمي بوليش ونحن نواصل دغدغة القمة التاريخية وهذا إكستريمي بوليش وإذا أخذنا بين قوس الأكيناشي شارت ترى أنها لازمنا بوليش والقوة الصعيدة واضحة دون أي مشاكل يعني عندنا مد صعيد عندنا نوع من التذبذو الذي نحن فيه لكنه قوي جدا يعني كوب وكأس وعربة وسميه كوب كأس الشاي والفنجان وطاس القهوة سميه ما شئت هذه النماذج الشهيرة التي تحدثنا عنها الأهداف إلى الأعلى بإذن الله تعالى تحدثنا سابقا الإخوان يعني في الدورة تحدثنا عن هذه الأمور عملة تفيول التي ذكرها الأخ رشيد وأخ عبدالله ويعني قلنا أنها ممكن أن تتحرك في أي لحظة يعني إشارات التي تحدثنا عنها آآ اليوم وجدت أنها بدأت في الحركة يعني تعجبت من من رد فعلها الذي حدث خلال اليوم يعني رغم أن السوق نازل هي صاعدة يعني كانت صاعدة بالأدري كم يعني من النسبة التي صعدت في العملة يعني بشكل وهذا راتج يعني السيولة الموجودة أنا شخصيا دخلت مجموعة من العملات أمس نسيت أن أشارككم إياها يعني صراحة نسيت كنت بعض العملات أينكيك وانتور أول هذه العملات ثيتا وهدفي يعني ليس هدفي الآن يعني الهدف يعني شراء حتى من هذه الأسعار حتى من السعر الحالي لا إشكال يعني هذا أنا اشتريت في القاعة نسبيا لكن أهدافي لنطعم يعني لنطعم أو مدى البعيد أتحدث يعني أنا مشتري هنا لكن الهدف الهدف عندي هو القمة القمة البوران يعني أتوقع أنه سيكون إن شاء الله مع نهاية هذا البوران والهدف الذي أتوقعه يعني أقل شيء أقل شيء أربعة إلى خمسة أضعاف أقل شيء في أسوأ الحالات يعني أقول يعني هذه نظرتي على العملة ربما نشهد فيها الخمسين دولار أو ما فوقها بين ذهي تعالى هذه العملة وبالتالي يعني ممكن تضع يعني مبلغ بسيط لكي تدخل في هذه العملة يعني المهم أهدفك أنت لا أريد أن أناقشها الآن ولا أريد الحديث عنها كل واحد أهدافي المهم أنا أقول لك ما عملته أمس اشتريت شيئا مع الدوش كوين الكلب العقور هذه العملة عملة الدوش كوين لا أذر لي ماذا لا يظهرها لي يعني أشتريتها على هذه على صفحة أربعة وعشرين أربعة وعشرين وأهدافي هذه العملات التي أشتريتها بهذه الإشارة التي رأيتم التي تشاهدون على الصفقات هنا من اشتريها من طريق البوت مثال كذلك عملة تحدثنا عنها وقلت أنني سأشتريها اشتريت انسواب اشتريت وينينش اشتريت كيك واشتريت ثيتا هذه العملات الأربع التي اشتريتها أمس يعني على الأسعار التي تشاهدونها أمامكم يعني هذه الأسعار مع أسعارها اشتريتها ماركت في أمس يعني في التوقيت يعني فقط يعني الهدف كما قلت يعني بجزء بسيط جدا مع هذه الساعة بالضبط ثانية صباحا كنت لازلت أمام الحساب وأرى العملات التي يمكن أن نراها فوجدت أنني ثيتا أنني كان عندي الاكسبوزيسيو أو على هذه العملة قلي جدا وبالتالي كنت أريد أن أزيد من كمياتي فيها يعني مبلغ الذي كان عندي فيه بسيط جدا رغم أن مشروعها هائل يعني من ناحية المشروع ولهذا يعني أرسأيت أن أدخل هو كان هدفي هو أن يكون لاحقا لكن الآن يعني أردت أن أدخل بجزء يسير منها الكمية في هذه العملة في هذا الوقت بالنسبة لهذه العملات التي ذكرناها هناك العملات التي نشرت لكم والتي يعني ممكن تتحرك في قادمة أيام إن شاء الله ذكرنا عملات المنصات ذكرنا B&B إذا ذكرتم حينما تحدثنا عنها كنا في هذه المستويات قلت هذه العملات التي بدأت أصلا فيها في الحركة الارتداد كان جميلا بالنسبة لدوتكوين كان سبب شرائي يعني اشتريت أمس يعني فبعدها طارت يعني لا تسألوني لماذا لأن البيتكوين نزل فهي صبعة مقابل البيتكوين نظرا أنا اشتريتها وهي تتذبذب على هذا المستوى يعني الشراء كان سببي هو هذا تذبذب على مستوى قاع حقيقي وتأكد لي أنه حقا وبتالي اشتريت على أساس هذا أنني في هذا القاع كل بساطة يعني هذا التصحيح القوي وجدت أن أنا في القاع وهي عليها وسيولة تدخل على العملة فرصة 8 أن أدخل بكل بساطة كان دخولي على هذه الشامعة التي تشاهدونها هنا يعني على ثانية صباحة بالضبط يعني في هذا القاع ماتيك لم أدخلها بعد هي أيضا تعطيني W pattern ممتاز سبق وتحدثنا عنها كان هنا صفقة لكن أعتقد أنها ضربت stop هذه كانت قديمة يعني لمن دخلها فضربت stop يعني طبعا إذا كان فعل stop طبعا أوكي أنا بالنسبة إلي هذه العملة أيضا من العملات التي لا بيع فيها إلا نهاية البران ولهذا يعني مبلغ الذي عندي فيها هو باقي إلى نهاية البران ليس مستهدفي الآن يعني في هذه العملة بالضبط هذه العملة ستيسي لا أعرفها لا أذر لي ماذا وضعتها مع هؤلاء لكن أذر لي ماذا فيتشين بدأت هي أيضا في الحركة نتيجة البيتكوين طبعا قلت لكم حينما أرى سيولة تدخل على العملات وشرحنا هذه الأمور على كونتور فأكيد سيكون الارتدار لاحقا يعني ولو أقل شيء قاما قلت لك ستخرج أقل شيء على نقطة الدخول يعني لا تخاف يعني إذا ضأيت السيولة قوية فلا تخاف من هذه الأمور كل هذه العملات التي سبق وتحدثنا عنها بدأت في الحركة مقابل البيتكوين كلها التي تحدثنا عنها كلها بدأت في الحركة سبحان الله لهذا يعني فاعلموا أن المنصة حينما توطيك هذه الأمور والسيولة تراها تدخل على العملات على العملات بهذه الشكل فاعلم أن دخولك ليس غبيا كيفما كان الحال حينما ترى الإشارة تعطيت لك طرف كونتور أو غيرها أو ما شابه وأصلا نحن في مستويات مستويات مهمة جدا أو مستواقعا حقيقية هذا سبب رئيسي آخر يدعوك لفهم هذا السيناريو نتحدث عن السيناريو العملات مقابل البيتكوين كذلك دخلت ايضا يعني في هذه الشمعة طبعا وهي تفعل أيضا مقابل البيتكوين هذا ويعني هذا الصباح يعني مجرد دخولي وجدت أن المحفظة كوينيا بدأت تزداد أيضا وزاد في الارتداد خيطة أصلا طارت في هذا اليوم وشرائي أيضا كان في هذه الشمعة التي ترى وتحدثنا عن هذا السينية وقلت لكم أن احتمال ستخرج بماذا ببيبوتوم تحدثنا عنها أمس يا أحباب قلت أنه ممكن يعني وبالتالي كان السبب الرئيسي الذي دعاني إلى الشراء يعني أنا حللت وقلت لكم هذا السيناريو الذي أتوقع لكن أنا إذن العملة أن تخرج ليبيبوتوم أنا أريد أن أدخل في هذا الفيبوتوم يعني بهذا القاع الذي سوف تنطلق منه أريد دخول فيه سواء دخلت في قاع القاع أو دخلت في مستوى قريب من القاع ليس شرطا أن تدخل في القاع بالمليمتر كما يقال يعني المهم أنك تأخذ الموجة وهي في نهايتها نهاية الموجة النازلة وحينما تبدأ في الصعود أنت تستفيد من هذا الصعود الذي يحدث هذا هو الهدف الهدف هو أن لا تصطاد بين قوسين القاع لأن القاع ربما يكون بالنسبة إليك خطر لأنه حينما تقول هذا هذا بالنسبة إليك قاع إذا كنت ترى على فريم بديلي إذا ذهبت من هذا المستوى يعني كي تفهم كيف نرى القاع الرؤية القاع تختلف من فريم إلى آخر وإذا كنت ترى على فريم دقيق وصغير فالأمر يختلف لاحظ أن سأضع هنا إشارة وأحاول أن أرجع الزمن إلى هنا ونضع أنه بدأنا في قاع لاحظ سوف أخذ لك على فريم الساعة ستقول لهذا هذا قاع لاحظ ستقول هذا قاع لاحظ أنك ممكن أنك تشتري من هذا المستوى وتعتقد أنك شريت قاع والتصحيح الذي حدث بين قوسين من هذه القمة تقريبا إلى هذا القاع الذي اشتريت تقريبا 8% أو 9% ستقول هذا تصحيح مهم جدا أو أكثر يعني أكثر من ذلك عندنا لا لم يصل 80% تقريبا كم من هذا المستوى إلى هذا المستوى تقريبا 7% ونواصل لاحظ هذا الذي اشترى هنا يعتقد أنه اشترى من قاع لاحظ إلى أين ممكن أن نصل بهذا القاع لاحظ لحد الساعة كم هذا الشخص اشترى أعتقد أنه قاع كان يتوقع أنه قاع أين وصلنا فنحن فيه 26% أعتقد أنه قاع لهذا النظرة تختلف من يعني يجب أن يكون عندك إمام المؤشرات إمام بالتينفريم إمام بالنظرة العامة للسوق بالنظرة للبيتكوين بالنظرة للألت التدولة المقابل الألت هذا كله يحتاج منك إلى خبرة خصوصا للمبتدئين لهذا أحذر مسألة أنه ما نسميه تكون خصوصا في البير ماركت من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تفعلها في حياتك من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تفعلها في حياتك يستحسن أن تشتري صعود يعني ليس قويا بالشكل الذي يكون فيه النزول خير من أن تشتري ذلك النزول يعني نفسه هذا ترند لين الذي تراه مثلا هنا يعني هنا كانت تصحيح مثلا نفسه هذا كانت تصحيح شرائك من هذا القاع أو هذا هو سيء مقارنة مع شرائك من هذه القمة لماذا؟ لأن هذه بدأنا في ترند قوي صعيد وأنا أشتري شخصيا مثلا هنا خير لي 60 ألف مرة من أشتري من القاع لأن القاع أنت لا تدري أين ستتوقف بينما هنا أنت تأكد أننا كونا قاع وتأكد بكسر هذه المقاومة أننا كونا قاع وأننا نستهدف قمم جديدة إذن دخولك هنا سيكون ممتازا مقارنة مع دخولك ولو على هذا القاع لذا شراء القيعان يبقى دائما في البول ماركت من أفضل أشياء لكن يجب أن تكون مليما كما قلت بالأدوات وبالأشياء وبطريقة التداول الأكتف الذي تستداول عليه إلى غير ذلك كل هذا مهم جدا كي لا تخسر محفظتك وتعني يجب أن يكون الحركات محسوبة أول شيء إضالة مالية كل شيء يكون محسوبا قبل أن تعرض محافظك للخسارة هذا من جهة الجهة التي حاولت أن أصلها لك في هذه الفكرة إن شاء الله يعني هو أن شراء القيعان خلال البول ماركت لا إشكال فيه أنه ممتاز يعني خصوصا إذا ذهبت على الأقل على فريم دايلي يعني لا تنظر أقل من فريم دايلي وتصحيح يكون قويا جدا يعني مع أقل شيء أقل شيء أنت رأى مؤشرات اختراق مقاومة جديدة يعني أقل شيء أقل شيء بالنسبة إليك إذا كنت أنا أشتريت وأخذ هذه المخاطر أنا أنصحك يعني بعدم الشراء هنا وتشتري بعد كسر هذه المقاومة مثلا يعني إذا كنت لا تعرف كيف تشتري انتظر كسر هذه المقاومة مثلا هذه المقاومة لا بأس بها وعندنا هي أيضا يعني جيدة كمقاومة يعني كهدف وكانت الدعم هنا ولاحظ أنها كانت دعم في هذا المستوى أصبحت دعم هنا أيضا هنا كانت مقاومة هنا مقاومة هنا مقاومة هنا مقاومة هنا مقاومة يعني عدة مرات نلاحظ أنه عندنا الشرط يعمل دعم حقيقي مقاومة كانت دعم وأصبحت بعد ذلك مقاومة 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 عدة مرات ونحن نتحدث على فريم الدايلي إذن بالنسبة إليك أنا يعني أقول لك يعني هذه العملة التي أنا داقي فيها يستحسن أن تدخلها على هذا بعد كسر المقاومة عوض أن تشتري قاع الذي لا أنت لا تدري إلى أين يمكن أن ينتهي وإلى أين يمكن أن يصل هذا باختصار شديد يعني الفكرة يعني كي أعلمك كي لا تقع في المحظور خصوصا إذا دخلنا في بير ماركت لأن أنا لا أدري متى سوف تشاهد أنت هذا الفيديو ولا أدري متى والتاني أحذرك من الآن عندما ندخل في بير ماركت فشراء القيعان من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تعملها في حياتك إلا إذا كنت تعرف ماذا تفعل وعندك محدد وإضارة مالية للصفقة وإلى غير ذلك والتي زي يعني نشرحها بطبيعة الحال خلال الدورة كيك بيتيتي عفوا أطلت الحديث لم أريد أن أحدث هذه العملة أيضا قلت أنني اشتريتها يعني أمس في هذا القيع طبعا شراء القيعان كما قلت يجب أن تعرف متى تشتريه ولما تشتريه والإدارة المالية أنا طبعا الإدارة المالية أهم شيء أتبعه دون أي مشاكل في هذا الباب يعني الحمد لله هذا هو السبب النجاح الجي أغطي طارت يعني أنا لم أشتريها بعد ولكن أفكر في زيادة من العملاء يعني الدبلو بطن الذي تشاهده رائع جدا كسر للمقاومة أصلا التي تم إنتاجها بين قوتين في هذا المكان فأعتقد هذا شيء إيجابي جدا والارتكاز عليها بعد ذلك وإعادة الاختبار هو شيء ممتاز والانطلاق منها يمكنك أيضا طبعا يعني بتجاوز هذه المقاومة التي تسترى هنا يعني يمكنك إعادة الدخول على هذه العملة طبعا وهي أيضا عملة نستهدف منها نهاية البرن طبعا هذه العملة ممتازة كمشروع يعني من عملات Little Old Lady الممتازة يعني للدخول يعني Little Old Lady حتى أنه فرص نجاحك في استفقاء رائع جدا حتى لو تدخل من هذا المكان حتى Stop سيكون قليلا يعني تلاحظ أنه ممكن أن تعمل Double بعد مدة يسيرة جدا يعني عندك هذا المستوى فقط سوف تعمل Double يعني وإذا كنت تتحدث عن Little Old Lady فتبيع الضعف نصف عند الضعف بكل بساطة ترجع الأسماء لك وتترك الباقي لنهاية البرن بكل طريقة سهلة جدا تشتري دون أي مشاكل وتضع لك الهدف هو 100% إذا تسترجع تبيع النصف تسترجع الأسماء لك وتترك الباقي لنهاية البرن يعني وبالتالي تكون مرتاحة البرن ما بقي لك هو من ربح الصافي إذا صعد نزل تدمر لا إشكال هذا هو الفرق حينما تستخدم استراتيجية ناجعة يعني وتكون سببا في ناجاتك وسعادتك على شقائك كذلك ايتريوم كلاسيك أعيدا قلتها عليكم قلت أنه صالح للشراء أنا أعتقد لم أضيف الكميات لأنه شاري أصلا كما قلت من مستويات مهمة جدا يعني على ما أعتقد في الثلاث خمسينات أو الأربعينات لا أذكر بالضبط يعني حينما كان أول شراء في نهاية يعني الكسر المهم الذي كنا نتصدره يعني اشتريتها أصلا فيه ثلاث دولار وابعتها يعني حيلة ستة أو تسعة دولار لا أذكر يعني بالضبط بعد ذلك عادت شراء يعني كانت فيها فيها أربعي حمد الله ولكن هي تبقى يعني من نهاية البرن نازلت أستهدف منها مناطق كبيرة دوموتشين أيضا قلنا أنها سوف تتحرك فبدأت في الحركات وتهي أيضا عملت من الدبلو باترن ممتاز رائع جدا لمواصلة الصعود إذن السوق على العموم فيه أمور ممتازة جيكس اس تقريبا لم تتحرك لم أشتريها قلت هي على قاع ممتاز وتشكل الدبلو باترن في دبلو باترن هذا النموذج ريسك ريورد فيه ممتاز تلاحظ أنه في قاع القاع القاع يعني العملة من قمتها التاريخية مقابل البيتكوين سوف تجاهد أنها عملت ناقش 99% تقريبا تقريبا وكأنها ناقش 100% يعني حركات مثل هذه لا استغرب يعني أقل شيء أن نعود إلى هذه المستويات والعودة إلى هذه المستويات طبعا طبعا إذا أخذنا السلح الحالي عندك من هنا إلى هنا تقريبا خمسة أضعف هذا هو ريسك ريورد يعني حتى إذا وضعت stop أسفل هذا المكان سيكون صغير جدا يعني بالنسبة إليك stop دخول من هذا المستوى طبعا مع stop أسفل هذا القاع تشاهد يعني هنا تقريبا نضعه على تقريبا 30% والهدف 500% يعني أو 600% فريسك ريورد يعني ممتاز جدا يعني دون أي مشاكل هذه الفكرة التي حاولت يعني بين قوسين أن أصلها إليكم إذا توقف يعني في الحديث حول هذا الموضوع يعني وأستقبل الآن يعني أسئلتكم يا أحبابي في الدورة تفضلوا يا أحباب